بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أما بعد استكمالا لما بدأناه في الوحدة العاشرة في الحديث عن شركات الأشخاص نستكمل حديثنا عن شركات الأشخاص فنتحدث في الوحدة الحادية عشر عن شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة فنبدأ بشركة التوصية البسيطة وإذا أردنا الحديث عن شركة التوصية البسيطة فلنبدأ بتعريف شركة التوصية البسيطة فما هو تعريف شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشرقاء شريق أو أكثر متضامن وتكون مسؤوليته مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها ليس في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط وإنما في أمواله الخاصة فيستطيع دائن الشركة أن يطالب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بكل ما على الشركة من ديون دون أن يكون من حقه الدفع بالتجريد أو الدفع بالتقسيم كما سبقه وأن تحدثنا عن ذلك بالتفصيل حين الحديث عن شركة التضامن أما الفريق الثاني من الشركاء شريك أو أكثر موصي وهذا تكون مسؤوليته محدودة في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط فمهما بلغت خسائر أو ديون الشركة فلا يستطيع أحد أن يطالب هذا الشريك إلا في حدود الحصة المقدمة منه فقط والمسؤولية المحدودة للشريك الموصي هي التي أدت إلى زيوع وانتشار شركات التوصية البسيطة